طيب يا جماعة احنا المقصود ايه المقصود ان احنا ودي رسالة للكبات الكبار نجوم القرى القدامة اللي بيحللوا خدوا بالكوا انتوا نجوم كبار ولعبتوا على مستويات عالية جدا وبينكم دوليين وبينكم مدربين بس كمان التسلح بالعلم مسألة مهمة جدا لو اكتملت الفكرة عندكم الحالات اللي احنا بنشوف فيها ناس بتتاريق على لعيبة وناس بتقول اي كلام وناس هدفها تعمل ترند وناس هدفها تجذب المشاهد عشان تهاجم هذا اللاعب او ده مدرب ما عندوش فكرة او ده مدرب كفتاجي وتسمعوا الفاظ ما يصحش تتقال في الاعلام يعني مدرب كفتاجي وما يصحش تتقال من حد عايز يحلل لان الكلام ده ممكن يقوله مشجع مالوش علاقة بالكورة احنا النهار ده بصدد نموذج جد جدا لمجموعة من الشباب اللي امنوا بالعلم بجد واللي درسوا وفهموا وبيتفرجوا بعين مختلفة وبيقدموا رؤية تحليلية نقدية مفيدة لللعيبة نفسهم لللعيبة الدوليين فياريت مدربنا ونجمنا وكباتينا الكبار اللي بيحللوا فيهو ناس كتيرة طبعا خاصة انها ساذ ابراهيم بس انا بتكلم على النموذج اللي امتهن الهيافة وبقى معتمد على السطحية وعلى التاريقة على الناس وعلى اللعيبة وعلى المدربين زميله خدوا بالكو الارض اللعيبة ما يعديش من جنب صور النادي ايه دي؟ ليه ما يعديش جنب صور النادي ولو عد يجر ايه عشان مروه الدنيا واقفة عايز اقول ايه اللي ساعد الشباب ده انه اقتحم هذا الاسلوب ومعهم اسماء احنا ما كنا يعني تقول احمد عيز وتامر موجودين من المدة وعلى فكرة تامر ابن القناة الايل يعني ايه كان موجود مع احمد صغير تامر بدأ ايه تامر بدأ انما يمكن ما كانش عنده عمارة وعمر عبدالله وفيهو ناس الحياة هيا فيه لا وعندنا وبنشوف حتى في قناوات اخرى اللي انا عايز اقوله يعني يعني اذا كنا عايزين نحايا الناس نقدر نحصرهم بسهولة جدا ايه وفي السوشال ميديا النهاردة فيه شباب ايه بيقول اراءة وفيه شباب بيخش لمجرد انه يدعم ويجي تنظره ايه ويتشبز بيها كل ده موجود لكن ايه اللي قتاح الفرصة دلوقتي انه يبقى فيه شباب يعمل كده عشان نبقى منصفين برضو ايه ان اولا الوسائل 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 العلمية اختلفت والوسائل العلمية ايه انت عندك اجهزة تقدر تشاور تقدر تحط سبوت تقدر تبعيدك الحركة التقى الحرارية تصوير التقى الحرارية فاصبح علم بقى اصبح علم يسهل لك انك انت تقدر تقول من اكتر واحد عمل مجهود وبيقدم للمدرمين من اكتر فريق انضغط على الفريق التاني بشكل علمي فاحنا عايزين نزود من هذا الاسلوب لعلمنة الكورة بقى علمنة الكورة عشان ما تبقاش كلها انت بعت وجه نظر ومبنية على ان احنا نقول افهات وندي الفاظ للجماهير اللي بتحب الكلام ده واخد بالك لكن فيه ناس بتحب تتعلم وفيه ناس بتحب تناقش بجدية وفيه لعيبة تستفيدها يعني انت قلتلي كابتن ابو تريكا من زمان من زمان كان بياخد تحليلات عمر عبيد انما يعني والنهار ده هما تيجي تشوف التحليلات العلمية في القانون زي عمر العمايرة مثلا كان لأوليك الخبير مش عارف ايه ويعود يقول لك كلام ولا واحد منه ويجيبوه من كل حت وليه فورا واخد بالك لكن لما جيلك حد متابع وفاهب متابع وعلمي بيستند الى المادة وبيحللها مش بيقول لك رأيه ايوة يعني هو ممكن يقول رأيه في الاخر اللي استنتجه من التحليل يعني مع تغيير الدرع نغير الفكر بقى شوية هو ان ما تغيرناش مش هلتطور ولجأنا الى ولذلك انا فرحان ان ده شباب اي خلي بالك ان في ناس كتير يتبقى الوقت بتلجأ الى المعلومة طبعا في ناس رصدة اي يعني تيجي تقول لك تديك شوات احصائيات يعني ما بقاش الدكتور طري الادور لوحده او مش عارف مين لا في ناس بترصد او كريم سعيد او مش عارف مين لا في ناس بترصد وشباب بيرصد وعنده الوسيلة اللي يقدر يجيب بيها المعلومة المعلومة الموسقة